اعزائي سيدة المشاهدين اسعد الله و اوقعتكم بكل خير الجو ده يعني احلى وقت تعملك في المكبوزات هنعمل النهاردة الكراسان الكذاب تسمع عنه قبل كده هنعمله لك حاجة كده هتكل صابعك وراها نوع من انواع المعجنات الرهيبة نعملها لك بالشوكولاتة وبالمربة وان شاء الله تعجيبك جدا جدا اقولك ازاي تخمريها تطلع بالشكل اللي حضرات كده شايفينه ونزينها دي عندي واحد كيلو من دقيق المكبوزات وهنعجن على قدينا واحد كيلو من دقيق المكبوزات بعد كده عندي لازم يكون اه ربع كيلو من الزبدة الزبدة تكون طرية تمام بعد كده عندي معلقة صغيرة من البيكنبودر معلقة صغيرة من الملح معلقتين كبار من الخميرات فورية ربع كباية من السكر اتنين عدد بيد نصف لتر من الحليب ده بالنسبة للمقادير بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها اول حاجة باجيب عندي البولة وابدأ لانا احط الديه كده هوت وحط عليه شوية الملح وهو احط عليه البيكنبودر وبعد كده بابدأ لانا اقلب كده باداية وايه وادخل الكلام ده كله ببعضه تمام اول دي ايه اول خطوة كده وبسم الله هنعجن على قدينا هوت ومن غير عجان ومن غير اي حاجة خالص بعد ما دخلتهم في بعضهم كده باجيب عندي بولة وحط فيها الخميرة مع لقتين كبار حط فيها ربع كباية من السكر وهم حاطت عندي النصف لتر من الحليب وبعد كده نصف لتر اللي حاجة بسيطة يعني تفهم ازاي يعني قليلي منه نصف كباية ولا حاجة وقلب الخليط ده كله مع بعضه وبعد كده بابدأ اللي انا اجيب عندي اتنين عدد بيد اهو ونبدأ نحطها على الخميرة ديت ويا سلام لو تسيب الخميرة ديت محطوطة مسلا برة حوالي عشر دقايق او ربع ساعة تديك طاعة من المقبوزات رائعة اهي تغطيها وتسيبها ربع ساعة بعد ما نغطيتها وسبتها ربع ساعة بتقوم واخدها وحطها كده ايه في النص نبدأ نجيب معلقة او اسباتيول اسباتيولة كده صغيرة او معلقة خشب او بيداية وابدأ اللي انا ايه ادخل الكلام ده كله ببعضه ونعجن اسعدت الباشا العجينة ديت عشان تفضل او يعني اقدر ان انا اخدمها كويس جدا وتديني العرق اللي انا محتاجه فين الزبدة اعمل حاج لسه ما حطناش اي زبدة ببدأ ان انا اسيب العجينة ديت بصة الم كده زيادات الاول كلها على الكوانتر اللي قدام حضرتك ديت ونبدأ العجينة كده بقدينا ايد مسكة وايد بتفرد وتلم ايد مسكة وايد بتفرد وتلم زي اللي قدام حضرتك ديت تفضلي تعجيني تعجيني الحياة دي ما تلاقي القوانة بتاحها بقى زي ده ما تستعجليش انت براحتي خالص واعجيني عشان الموضوع يطلع حالو اهم جاي بالزبدة الطرية ونبدأ اباشا اللي احنا نحطها فين قدام حضراتكم هيا تعالى العجينة اللي احنا خدمناها يبقى الزبدة الطرية بتتحط اخر اخر مرحلة طيب بعد كده يعني دي اخر مرحلة خالص من الزبدة بتتحط اخر حياة خالص في على العجينة بعد ما تتعجن خيركز في النقطة ديت كويس جدا بعد كده بقوم واخد العجينة ونبدأ اللي احنا بصي واحدة واحدة كده ندخل الزبدة جوه العجينة اللي عندها عجان بتشتغل عجان بالمضرب الحلزوني وتطلع معها زي الفل ببدأ ادخل الزبدة كويس جدا زي اللي قدام حضراتكم ديت هتلاقيها فصلية وبعد كده تبدأ تلم منك بعد ما بتلم كده بتبدأ اللي انت اغديها وتخديميها بتهيألك بقى اللي انت ايه اللي يا تلزق معاك لأ يا مش تلزق معاك كل ما تخديم معاك ما تخديمها كويس جدا وتعجينيها كويس جدا زي اللي قدام حضرتك ديت كل ما تلاقي العجينة مشاء الله متطيئة وبتلم معاك وزي الفل اهي بص بقى تعمل ازاي مشاء الله الملمس بتاعها طري وريحة العجينة كمان حلوة اوه العجينة طبعا لها بص الملمس بتاعها بعمل ازاي? بعد ما اتخدمت كواس جدا كده هوت بقوم واخدها وقال امها بايداية. حلو الكلام وقوم جاي ببولة ازاز. ونبدأ نحط العجنة ديها فيها ونسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. الجو ما شاء الله مش محتاج. بعد ما ترتاح لمدة ربع ساعة بقوم واخدها وشايل منها. لا استردتش بص بعد ما اتخمرت معي. ربع ساعة بترتاح وتاخد وضعها الصح عشان نشم ريحة الخميرة الجميلة وهي كده طالع منين من الفرن. اجيب عندي شوية دي صغيرين. بالمناسبة احلى حاجة وقت تشتغلي فيه المعجنات تشتغلي فيها بالليل. اهم حاضط فيها حاضط على شوية دي ايه? ونبدأ نحط العجنة الجميلة المرتاحة ديت. اللون بتاعها الجميل ده. وابدأ اللي انا ايه? افردها من مردنة. اي فرادة عندي. بصي ما استخدمتش اي حاجة النهاردة غير حاجتين بس. المردنة والسكينة. بس. فيش اي حاجة تاني. بابدأ اللي انا افردها كويس جدا. واقلبها على الوش التاني. تمام? على ناحية التانية واقوم مطبقها عملها زي الظرف. عشان دي الحركة دي بتضمن اليد تورق معي. وبعد كده بقوم واخدها بالطول. وببدأ اللي انا افردها عندي بايه? المردنة. اهي? بصي ما شاء الله زي اللي قدام حضرتك دي. اهي. بعد ما اخدناها بالطول كده هو. بابدأ اللي انا اخدها كده بالمردنة. وبعد كده بقافلها. ونبدأ نجيب سكينة. وابدأ اللي انا اخدها مسلسات كده. سبعات في تمانيات. سبعات في تمانيات. زي اللي قدام حضرتك دي بالزبط. تمام? اهي. ما شاء الله زي العسل. بنبدأ نجيب بقى المسلس ده بصي. وابدأ اللي انا كده بالراحة ونفرد واللم. اهو. تمام? زي الفل. شايفت موضوع صال ازاي? وهكذا بقى لحد ما نخلص الكمية كلها اللي معانا. بعد كده بقوم واخدها وحاططها قدام حضرتك اهيت بالشكل اللي انت شايف ده. بعد ما اتعملت ولفيت كل المسلسات اللي انا عملتها. بجيب بقى عندي صاج. بقوم دهنه زيت. شوية زيت صغيرين جدا. عشان هنبدأ نرس العجينة دي فيها. ونبدأ نرسها بالشكل اللي حضرتك ده شايفها. ايه عم محمد ده كده هيلزق? ايوة انا عايزه يلزق. انا انا مش هعمل قراصون ستاندر يا جماعة. انا عامل عاملين قراصون اللي هو بيتي. فبرسه جنب بعضه. عشان لما يطلع يطلع جنب بعضه. كلها تطلع. تمام? هوريها لك بعد ما طلعته وعمل ازاي? بعد كده بقوم جايب عندي الفرن انا مش بشغله. جايب فيه صغويت. وحضت فيه شوية مياه سخنة من الكاتل. وخمر فيه العجينة ديت. واسبها لمدة عشر دقايق ربع ساعة الجوه اصلا مش محتاج. بعد ربع ساعة بقومة طلعها. قدام حضرتك كده. ونبدأ نجهز الفرن. بص الحجم امتاح بعمل ازاي? بشغل الفرن فوقه تحت. بزبطه على الخمسة وتلاتين دقيقة. وبعد كده ببدأ اللي انا احطه على درجة حرارة مية وتمانين. يعني على درجة حرفو المتوسطة. وانسيبها يباشر حد ما تبدأ تستوي وتحمر. السلام على ريحة الجميلة. لان ريحة الزبدة والبير والدقيق جميل. بص بعد ما طلعت يا ريت نقلب الصاج. يعني بعد ربع ساعة نقلب الصاج. من ناحيتين الاتنين. بجيب عندي مربة مش مش وهو طالع سخن. ونبدأ اللي احنا اللامة. عمر اللامة عادية ما تطفي منك ابدا. اهي. مربة مش مش. بجيبها بضحق بضربها كويس جدا. تبقى وبعد كده ابدأ اللي انا ايه? هدهنها على الكراسون المتاعي. اجيب عندي شوكولاتة. رفيعة جدا جدا ملك اللي هي الحليب. واجيب عندي شوكولاتة بيه ده ونبدأ اللي احنا نفنشه بالشكل اللي حاضر كده شايفاه. تعال نفتح واحدة كده. بص يعمل ازاي? هش جدا. نفتحه. بص التوريق اعمل ازاي اللي جوه? اتمنى ان شاء الله لسه تقول اعجابكم. شكرا على خير. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اشتركوا في القناة. شكرا على اشتركوا في القناة. سلام عليكم. شكرا